اشتركوا في القناة في الحلقة ان شاء الله سوف نتحدث عن مكون له من الاهمية ما له خاصة على حياة طيورنا الجميلة هذا المكون هو البطاطس كما تسمى في مصر او البطاطا كما يسميها اهل الشام ودول المغرب العربي وهي تنتمي للفصيلة البدينجانية وتعد من اكثر الزراعات انتشارا في العالم وهي تزرع تحت الارض وتستعمل في اطعمة ووجبات لاحصر لها لكن ما يهمنا في هذا الفيديو هو فوائدها للطيور ومكوناتها ودواعي استعمالها وطرق تقديمها لطيورنا الرائعة كل هذا سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو ان شاء الله فلنتوكل على بركة الله فاما من حيث مكوناتها فهي تحتوي على عدة فيتامينات مثل فيتامين A فيتامين C وفيتامين B2 وفيتامين B6 وفيتامين U وفيتامين K1 بالاضافة الى حمض الفوليك زد على ذلك احتواؤها على عدة املح مدينية بنسبة مهمة مثل البوتاسيوم الكالسيوم الحديد الفوسفور السوديوم والمانغانيزيوم بالاضافة الى الزنق والمنغانيز والكبريت واليود والسيلينيوم والنحاس اضف الى ذلك القزدير والسيليكون والنشاء والاليمنيوم والنيكل كما انها تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات بالاضافة الى الدهون والالياف والاحمض الامينية زد على ذلك 80% من الماء اما عن فوائدها ودواعي استعمالتها فهي جيدة في مرحلة التجهيز وفي فترة وجود الفراخ كما تساعد على نمو الطابعي للطيور وتساهم في نمو الريش خاصة في مرحلة القلش كما تساهم ايضا في ايقاف الاسهال وتحمي عظام الطيور من الهشاشة وتساعد في تكونها بشكل صحي وسليم وتعزز ايضا صحة القلب وتعمل على ضبط مستويات الكوليستيرول في الدم وتحارب تكون السرطانات والاورام زد على ذلك كونها تحارب التشحيم وتخفض من امكانية الاصابة بالالتهابات وتحمي من الاصابة ايضا بالامساك كما تخفض فترات الاصابة بنزلات البرد اما عن طريقة استعمالها فهي تقدم في جميع المراحل التي تمر منها الطيور حيث تقدم مرة في الاسبوع الى عشرة ايام اذ يمكن تقديمها حيث يمكن سلقها وهرسها وتقديمها سواء لوحدها او مع بعض الخلاطات او الباطي او البيض المسلوق كما يمكن سلقها ايضا وهرسها واضافة الماء اليها واضعام الفراخ بها فهي جيدة لهم خاصة عندما يكونون صغار فهي تقوي عظامهم وتكون ريش لامع وجيد ملاحظة لا يجب الاكتار منها لانها قد تسبب الامساك كما يجب غسلها جيدا بالماء لكونها تحتوي على عدة ادوية والتي يستعملها الفلاحون كما لا يجب تقدمها بقشورها لاحتوائها على مواد سامة احيانا والتي تسمى بسولانين خاصة براعم البطاطس او اوراقها كما لا يجب تقديم البطاطس ذات اللون الاخضر الى هنا احبائي متتبعي قناة عالم رياض لطيور الزينا نكون قد وصلنا الى نهاية موضوع حلقة اليوم والذي خصصناه لمكون البطاطس والتي لها ما لها من فوائد كما تعرفنا الى مكوناتها ودواعي استعمالها وطرق تقديمها للطيور طلبا وليس امرا المرجو الدعم والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد قناتنا ونشر الفيديو لاكبر عدد ممكن من الاصدقاء والى اللقاء في الحلقة القادمة مع مكون جديد حفظكم الله ورعاكم اشتركوا في القناة